تعرضت ترضية الملعب الجواري من الجيل الخامس لحي 116 مسكاً بالصمعة شرق ولاية البوليدة والمرأة الثانية خلال هذا العام إلى حرق من طرف مجهولين حيث كل كلف وضع العشب الإصطناعي خزينة الدولة أكثر من مليار سنتيم هذا من جهتها مصالح الأمن الحضري بالصمعة فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسة هذا الحادث التغطية لعادل عباس حسب المعلومات التي جتنا أنه كان صباحاً قبل الفجر معلومات من طرف أحد السكان الأسباب تبقى مجهولة والفاعل يبقى مجهول ما لبناش الظروف هذه التي أدت بهذا الفعل الشانية التي قاموا به هذه التصرفات المسؤولة من طرف الشباب أو أحد الأشخاص الذي يبقى مجهول الإجراءات قامت بها البلدية والإجراءات على مستوى الأمن الحضري بلدية صمعة وخلي الأمن الحضري يأخذ تحقيقاته ويعرف الأسباب ويعرف الفاعل إن شاء الله